وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة وفرة للاستثمار الدولي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح النقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2018 وبلغت أرباح الشركة 6 ملايين و337 ألف دينار كويتي نتيجة الأداء الجيد لصناديق الشركة وهي وفرة والفجر ومصارف وذكر مجلس الإدارة في بيان صحفي أن الشركة تعمل في إطار استراتيجية البحث عن الفرص الاستثمارية المميزة وفق التوزيع الجغرافي وكذلك التنويع في الأصول